مساء الخير يا مينا مساء الخير زميلي محمد صباح مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة نادي الأهل في كل مكان يعني بالفعل انتهى التدريب للمنتخب الوطني الأولمبي هنا في الاستاد الرئيسي باستاد القاهرة الدولي يعني يمكن كان فيه تصريحات لكابتن شوقي غريب في المؤتمر الصحفي يعني يمكن في البداية عايز اقول بس ان المعسكر بدأ يوم 20 مارس وينتين ان شاء الله يوم 29 مارس ده طبعا يعني لإعداد وتدريبات ان شاء الله لمشاركة المنتخب الأولمبي في أولمبياد توكيو ان شاء الله يمكن نكابتن شوقي غريب في البداية كان بيشكر الأعلام يعني يمكن كان بيقول انه من فترات كبيرة جدا ما شافش الأعلام بيساند المنتخب الأولمبي بالشكل دايه يمكن بيقول دي أكتر مرة شاف فيها الأعلام والسوشيال ميديا والناس كلها وقفة وراء المنتخب الأولمبي وأيضا كان بيشكر اتحاد الكرة على الدعم وكان بيشكر رؤساء الأندية على يعني يخلوه يعني سماح لين هم يستدعي اللعبين ويتمرنوا طبعا عارفين ان فترة صعبة جدا الأندية بتبدأ تأهيل وبيستغلوا الفترة بتاعت التوقف للمنتخب الوطني ولكن سمحوا للعبين المشاركة في تدريبات المنتخب الأولمبي يمكن كانت إن شاء الله غريب ضم 35 لعب في المعسكر يمكن كان الناس بتسأل برضو أنه 35 لعب رقم كبير كان بيقول أنه ده عشان بيجرب وبيدي إتاحة للفرص لجميع اللعبين وأعمار مختلفة يمكن كان فيه اللعبين شاهدناها لأول مرة في التدريب وأيضا كان بيقول أنه هو مركز تركيز كبير جدا في القرعة اللي هتكون يوم 21 قفيل زي ما أنت قلت يا محمد ساعة 11 إن شاء الله كان بيقول أن القائمة النهائية هتكون بالنسبة له يوم 30 ستة هتضم 18 لعب بينهم 3 لعبين فوق السن وهو أكد أنه خلاص تماما منهم اللعب محمد صلاح يبقى كده فضلنا 2 لعبين فوق السن ينضموا للمنتخب أيضا كان بيقول أنه فيه 4 لعبين هيكونوا احتياطي يقدر يضمهم في القائمة لو حصل أي يعني بعد شر إصابات على مدار البطولة كمان بيقول أن آخر معسكر للمنتخب الأولمبيا هيكون يوم 5 يوليو هيكون في أحدى الدول القريبة من دولة اليابان عشان بعدها يقدر يسافر يشارك في الأولمبيات كمان كان مكرر خود مباريات حوالي مبارتين الفترة دي ولكن بسبب ظروف كورونا تم إلغاء كل المباريات وهو اكتفى بالتدريبات يمكن تدريب هنقول شبه معسكر اللعبين بيجوا على التدريبات على طول وبعد كده بيرجعوا وبيجوا تاني يوم يمكن لو عايزة أقول اللعبين لعيب النادي الأهل المشاركين في المنتخب الأولمبي هم مصطفى شبير وأحمد رمضان بكهم صلاح محسن أكرم توفيق وطاهر محمد طاهر اللي في الآخر المؤتمر الصحفي أعلن كان بيكلمه قالوا أنه طاهر محمد طاهر هو كابتن المنتخب الأولمبي في الوقت الحالي دي كل الكواليس والأخبار التي تخص منتخبنا منتخب مصر الأولمبي كل التوفيق إن شاء الله في التدريبات وكل التوفيق في الأولمبياد ويفرحونا إن شاء الله أعود ليك مرة أخرى في الستوديو بيزد الله زميل عزيز مينة ماهر مرسل قناة النادي الأهلي في معسكر المنتخب الأولمبي والمؤتمر الصحفي بشكرك شكرا جزيلا بداية موفقة إن شاء الله كنت أتمنى يكون في المعسكر مباراة ودية على أمل أن طبعا استعداد جيد لدورة توكيو كان ممكن يكون في مباراة مع جنوب إفريقيا لكن للأسف الإجراءات الإدارية ما سمحتش وإجراءات كورونا ما سمحتش إن يكون في مباراة في هذا التوقيت بين منتخب مصر وجنوب إفريقيا في استعداد لدورة توكيو